موضوع المصار منذ يوم 2 أكتوبر إلى الآن وهو دخول خاشقجي الصحفي السعودي إلى مقر الكنسولية السعودية ولم يخرج حتى الآن كحياً طبعاً دي أهم حاجة نحب أبتدي بها مع حضراتكم الدنيا المصارى دي كلها والقلق ده كله ليه؟ لأن سعودية لم يعني كان فيه تصريحات تقولك هو خرج بعد 20 دقيقة ولكن لم تقدم دليل خروجه وبناء عليه طبعاً كل الفترة دي محاولات من تركيا أنه يتم التحقيق فيه أنه فيه مواطن دخلوا الكنسولية بلده ولم يخرج ماذا حدث له داخل الكنسولية؟ بالفعل بدأت طبعاً أول خطوة اللي كانت مؤجلة كل الفترة دي بأنه تدخل جهات التحقيق التركية عشان تحقق في الكنسولية السعودية وجيت دوري الثاني أنه بعد ما ليه طب نحقق في الكنسولية دخل هناك وما خرجش وإحنا عندنا الفيديوهات أنه دخل ما عندناش أي حاجة بتثبت أنه خرج فلازم نفتش الكنسولية طبعاً فضلت الأمور كل الوقت ده لغاية ما يدوبك دخلوا امبارح أو أول امبارح يعني المهم وبعد موضوع التفتيش ده أنه كان جات الخطوة التانية بعد الإعلان أنه فيه عربيات دبلوماسية وأنه فيه 15 واحد جم من السعودية على طيارات خاصة وبعد كده خرجوا وكانوا دخلوا الكنسولية في أثناء وجود خشقشي وبعدين خرجت وتم رصد السيارات دي ومنهم سيارة تم رصدها أنها راحت لمنزل إقامة أو المنزل أو مقر إقامة الكنسول السعيد السعودي والعتيبي يبقى لازم الخطوة التانية تكون برضو أنه يتم تفتيش مقر الإقامة وده اللي حصل النهاردة بعد محاولات من أنه ما كانش فيه تعطل للموضوع ده وأنه بيحاولوا أنه يكون فيه تفاهمة لازم الجانب السعودي يوافق على هذا الموضوع وقال لك لا إحنا مش هينفع ده الكنسول وأسرته ماينفعش أنه إحنا نعمل كده في وجود أسرته وبالفعل غادر تركيا الكنسول السعودي أمس متجهاً واتجها إلى الرياض يعني الكنسول السعودي النهاردة اللي مفروض برضو ثالث خطوة أنه يتم التحقيق مع الكنسول السعودي ومع الدبلوماسيين اللي أعلن عنهم ومع موظفين في السفارة من النهاردة بفتش الأماكن بفتش الكنسولية بفتش البيت هيبقى فيه تحقيق مع الموظفين ومع الكنسول الكنسول غادر الكنسول السعودي غادر بالفعل تركيا وبالفعل موجود في الرياض وبعدها تم السماح النهاردة الفريق من حوالي 20 ل50 شخص يعني على حسب التقديرات اللي دخلوا المنزل وطبعا فيه أمور بقى تم الكشف عنها في أثناء هذا الأمر بأنه اللي تقال أنا بحاول أخصلكم الموضوع يعني من خلال كل التقارير وكل الحاجات اتقال إن فيه مواد تم طلاقها إعادة طلاقها وده تصريح حتى أصرح بأردغان عن الكشف عن الأمور المبدئية اللي بالنسبة لتفتيش الكنسولية وبعدين جينا النهاردة برضو حاجات بدأت تتسرب من بعد ما دخلوا المنزل وبدأوا يفتشوا والتركيز على الجاراج اللي موجود فيه المنزل وطبعا هم بيفتشوا المنزل والسقف بتاعد عفوا السطح والباكيارد اللي هي الحديقة الخلفية للمقر وكل ده بس كانوا اتقال إنه عصروا على يعني زي أمورة عصر يعني عصروا على بعض الحاجات اللي تشبه اللي عصروا عليها في الكنسولية هم هنا دلوقتي الكلام برضو اللي سمعتوا إنه هم كان معهم أجهزة خاصة تقدر عن طريق البروتين بتاع الدم حتى لو تمت إزالة أثار الدم بأشعة معينة إنها بتكشف إنه فيه بروتين يعني بقايا بروتين فمتوقع إنه يكون فيه بقايا البروتين دي تم العصر عليها في الكنسولية وإنه تم العصر عليها في الجاراش الخاص بمنزل الكنسول ولكن بيقال إنه فيه طلبه من أمريكا إنه يدوهم تقرير عن عينة الدم أو عن الدم الخاص بخشوجي خشوجي كان عايش أخذ إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وإنه متوقعين طبعا المحققين الأتراك إنه هيكون فيه ريكورد يعني وهيكون يقدروا يعصروا على فصيلة الدم أو عن بيانات الدم الخاص بخشوجي ويتم مطبقته بذا كان اللي تم العصر عليه في الكنسولية السعودية وفي المقر الإقامة أنا بديكم بس كده اللي هو دي يا جماعة كلها تسريبات وكلها كلام أردوغان هو اللي قال إنه تم طلاق المواد يعني فيه مواد في الكنسولية أعادوا طلاقها طلاق جديد إحنا لينا أسبوعين بنتكلم عن إنه ما دخلوش الكنسولية المهم إنه النهاردة بقى حاجة كتانية كمان حصلت إنه بعد ما عثروا وجمعوا بعض الحاجات من المنزل في مجموعة قلي بسيطة بتاع يمكن عشر أو عشرين شخص راحوا تاني تفتيش مرة تانية في الكنسولية ده النهاردة الكلام ده كله محدش يقول ده تأليف ولا كدب من الجزيرة عايز أقول لحضراتكم أنا متابعة الجزيرة ومتابعة العربية لأنك إنت لازم تتابع الجزيرة بالترجم اللي بيحصل من اللي بيصدر من حتتين من تركيا وكل الصحف التركيا ومن الصحف الأمريكية كمان بتقول إيه ده اللي بتعمله الجزيرة الحاجة التانية قناة العربية بقى كل اللي بيعنشروه من تركيا بيحاولوا إنه هما ينفوه بس زي ما قلتلكم النهاردة إحنا إنتوا قلتوا إنه هو خرج أين الدليل على خروجه لم يتم تقديمه إلى الآن نشوف الجانب التاني بقى وتصرحات طبعا جينا أنا قلتلك الحلقة اللي فاتت إنه اللي تم بقى ترامب في الصورة ما إحنا النهاردة عندنا علاقات تركية أمريكية وعندنا علاقات تركية سعودية وأمريكا بقى مع التركية ومع السعودية فأمريكا دخلت في النصر ترامب كان قال إنه وليه العهد السعودي الملك السعودي العاهل السعودي كلمه وأقنعه تماما إنه لا يعلم شيء عن ما حدث لخشوجي أو إذا كانت تصفية خشوجي وإنه ترامب أول حاجة اللي هي الكل بينظر إليها إن دي هي اللي هتنقذ الموقف السعودي ماركون مجموعة من الماركون يعني إيه ماركون؟ يعني خارجين عن استيطرة يعني ما كانش مفروض إنه هم عندهم أوامر إنه هم يقتلوا وقتلوا دي مجموعة الماركون ففي ماركون هم اللي قاموا بالجريمة دي ده أول تصريح تحط على يعني جه مع أول أمس مع دخول المحققين الكنسوليين نيجي بقى بعديها بيوم ما هو الناس بدأت تقول إيه ده مهقا يا جماعة ما هو ممكن يكون الملك السعودي ما عندوش علم ولا هو أصدر قرارات بأي حاجة لكن اللي أصدر قرار واللي النسب كلها بتشير إليه إلى أنه أصدر قرار بتصفيت خشق جيه هو ليه العهد محمد بن سلمان ما أنتو شفتوا اللي عمله محمد بن سلمان في قريبه لما احتجزهم في فندق الريتز كارلتون ولما احتجز الحريري فمحمد بن سلمان ممكن جدا يكون هو اللي أقرب كده لقينا بقى مبارح ترامب التغريدة تانية ويقول في اتصال هاتفي مع ليه العهد محمد بن سلمان بلغني أنه لا يعلم أي شيء عن ما حدث لخشق جيه وأنه أيضا الحقيقة هناك تحقيقات بتتم لأنه احنا اتفقنا أنه في ماركون النهاردة كده الراجل شكله تقتل معلش أنا خلوني برضه أقول وجهة نظري من خلال المتابعات دي كلها وعشان برضه اللي مش قادرين يتابعوا اللي مش عارفين اللي حصل إيه فالنهاردة احنا الكل بيتكلم عن قتل خشق جيه ما خرجش من السفارة ما حدش قال من الكنسولية ما حدش جاب أي دليل إنه خرج فالنهاردة بنتكلم عن القتل طب القتل ده النهاردة وفي كونسولية سعودية وناس جم وتم رصدوهم دخلوا المطار ودخلوا الكنسولية وعربيات طلعت وراحوا لبيت الكنسول يبقى أنا عندي وقعة مش هينفع إنه تركيا حتتخبي عليها حتى مهما إن كانت العلاقات التركية الأمريكية اللي تحسنت بالإفراج عن برانسون ولا حتى إنه إحنا بنتكلم عن إنه في مفاوضات من تركيا مع إنهم يسلموهم فتحالة جولون ولا مش عارفوا العلاقات التركية برضو عشان اقتصاد تركيا ولا العلاقات التركية السعودية برضو هتخلي إنهم يعني يقولك إحنا مش هنخبي عن في وقعة في وقعة بدلائل ومحققين صعب جدا إنه يتخبع عليها فبالتالي إحنا عايزين دلوقتي كابش فدى مين كابش الفدى؟ الماركون اللي هما مين هما بقى؟ هنشوف مين هما اللي هما دول اللي أحصرح بيهم ترامب واللي طبعا كل التحليلات بقى والصحف الأمريكية بتقول وطبعا بتستنكر دور ترامب في الموضوع ده وإنه إزاي يصرح تصرحات من شأنها إنه هو يداري على السعودية الحياة هو ترامب شغال تصرحات لدرجة إنه حتى ناس بيسألوه إزاي إنت كنتوا بتقولوا ومايك بينس كان قال إنه إنتوا هتبعثوا عناصر من الـ FBI تحقق قال لهم على الله خشك جي مش معاك جنسية هو مع الإقامة فأنا مينفعش أبعت ناس من الـ FBI تحقق لأنه ليس مواطن أمريكي الحاجة التانية لا أنا علاقتي بالسعودية العلاقة بالسعودية الحقيقة قوية ومش مفروض إنها تتأثر طيب طب ماشي إحنا المرة اللي فاتت بعد ما اتفقنا وبعد ما حصل المكالمة مع مابين ترامب وليه العهد السعودي راح ترامب أرسل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي يلا روح بسرعة السعودية طب تروح ليه السعودية قبل ما تروح على تركيا المهم إنه هو راحة السعودية أول مواصل السعودية أو في طريقه للسعودية دخلت الخزانة الأمريكية 100 مليون دولار كان متقال عنها إن الميت مليون دولار دي المفروض إن دي كانت السعودية كانت وعدت أمريكا من فترة إنها هتدخل خزانة الأمريكية 100 مليون دولار علشان مجهودات أمريكا وإعادة الإعمار ومش عارف إيه في سوريا والإرهاب ومحاربة الإرهاب فدي أول حاجة حصلت التقى عندنا أعتقد فيديوهات للقاء اللي حصل ما بين الوزير الخارجية التركي بالضبط كده التقى بالعاهل السعودي وزير الخارجية الأمريكي عفوا بومبيو وبعدها التقى بمحمد بن سلمان والمفروض إنه هو يعني كل اللقاءات دي علشان يطلع على اللي بيحصل وترامب في النص قال على فكرة إنه في مكالمته مع بن سلمان أكد له بن سلمان إن فيه تحقيقات بتتم دلوقتي في السعودية والتحقيقات هتكون شفافة وهيتم الإعلان عن نتيجة هذه نتائج هذه التحقيقات بعد أن انتهت مهمة بومبيو في السعودية بلقاء مليء ولي العهد بلقاء الملك سلمان وولي العهد بن سلمان اتجه بعد كده للقاء أردوغان في زيارة سريعة أيضا تمت مع تركيا السؤال هنا إنه زين بيقول لكم هل ممكن تركيا فعلا هتعلن هل هتكون فيه صفقات بس هو الأمر اللي ظاهر دلوقتي يا جماعة عشان كده أنا بقول لكم وكلمة ماريكون دي إنها فيه قضية فيه مقت فيه قتل فيه أمور هيتم الإعلان عنها النهاردة برضو ترامب كان قال إنه في خلال سبوع هيتم الكشف عن كل انقاب عن كل التفاصيل بالنسبة لجريمة خاشوكشي فبالتالي إنه بالتأكيد برضو فيه خطوة في النص مهمة إن أنا أقولها لحضراتكم وإنه الموضوع برضو إن وزير الخارجية التركي أعلن إنه التفتيش في قضية خاشوكشي سيشمل مركبات تابعة الكنسولية أنا عندي مكانين وعندي عربيات وعندي ناس المفترض إن التحقيق هيشمل كل دول ووزير الداخلية التركي برضو بيقول إن بلاده تنتظر اتفاق مشترك ده كان قبل ما يتم بالفعل يعني والاتفاق ده تم وخلاص دلوقتي فيه زي ما بقول لكم يعني تفتيش بأحدث الأجهزة بكل شيء هتبقى بقى الأمور التانية اللي طبعا زي ما بقول لحضراتكم إنه يعني لازم الكشف وكمان في بيان رسمي طلع من أسرة خاشوكشي بيطلبوا بتحقيق دولي أسرة خاشوكشي كتبت كده ومزلت البيان لكل مسائل الإعلام بأنه يجب أن يكون هناك لجنة مستقلة ومحايدة زي تطابع دولي للتحقيق في ملابسات اختفاء خاشوكشي وطبعا بيشكروا الناس اللي مقدرين اللي بيمروا بيه في الحالة النفسية وإنه يعني ما فيش ضغط من وسائل الإعلام طبعا لأسرة خاشوكشي لأنه فعلا الأسرة مستنية تعرف إيه اللي حصل لخاشوكشي في الكنسولية السعودية ده باختصار كده مع كل البيانات وكل الحاجات اللي تمت طبعا في ضغوط شديدة جدا من الكونجرس الأمريكي حضراتكم تعلمون إن فيه انتخابات المصفية اللي بالنسبة للحزبين الحزبين الجمهوري والديموقراطي وإنه طبعا ترامب بيعمل جولة في كل حتة في الولايات المتحدة الأمريكية عشان تشجيع الناس علشان خاطر إنه يظل الأغلبية سواء كان في الكونجرس أو في السنة في مجلس في النواب والشيوخ للجمهوريين ولكن طبعا دلوقتي في ضغوط شديدة جدا ترامب عايز الصفقة بتاعت الأسلحة تستمر لأنه لو هما ما أدوش ما كملوش صفقة الأسلحة مع السعودية لو تبت تورط السعودية في الموضوع ده قال لك الصين وروسيا هتاخد الصفقة دي وإحنا المفترض أنه برضو أشار النهاردة النقطة مهمة جدا لازم أقولها لحضراتكم ما تنسوش أنه السعودية تحالف السعودي الإسرائيلي الأمريكي ضد إيران النهاردة برضو أمريكا وترامب مش عايز يفقد الحليف القوي ده ضد إيران وقالها صراحة قالها أنه حلفاء ما نقدرش أنه إحنا محتاجين للسعودية في محاربة الإرهاب والمصالح الاقتصادية فبالتالي الأمور هنا لكن على الجانب الآخر تعرفين أن الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للكونجرس ومجلس الشيوخ بيكون لهم تحكم كبير جدا الحقيقة اللي ظاهر أنه كل الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين على مستوى أمريكا كلها الحقيقة عايزين أنه يكون في عقوبات إذا تم تورط السعودية في مقتل الصحفي خاشقجي الحاجة التانية برضو أنه كان في مؤتمر دافوس دا واللي كان شركات كتيرة جدا ووسائل إعلام أمريكية امتنعت عن أنها تحضر المؤتمر دا اللي بعد كام يوم ففي علامة من المحللين الأمريكيين المحللين السياسين الأمريكيين بيقولوا أن المفترض أنه بومبيو دلوقتي خلص مهمته هيلتقي غدا بترامب وأيضا هيلتقي بوزير الخزانة الأمريكية وأنه وزير الخزانة لسه مأجل قراره بالنسبة لحضوره المؤتمر اللي هيكون مؤتمر الاستثماري الكبير اللي في الرياض فلو وزير الخارجية عفوا لو وزير الخزانة أقرب أنه هيحضر المؤتمر دا معناها أنه الأمور هتبتدي تكون انتهت الحقيقة طبعا يعني أنا حاولت برضو أقول لكم الموضوع بشكل كده مكسف كان مفروض أن أنا أقول لكم على اللي حصل في القرم لكن معلش الوقت ده هامنا أنا بعتذر جدا وإن شاء الله هنكمل معاك وبقية أخبارنا يوم الجمعة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر